يقول هل اسم سيف الدين جائز لا أعلم منه مانعا ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة في أحداثها أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها ابن رواحة فأصيب ثم أخذها سيف من سيوف الله يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه ففتح الله على يديه فخالد أطلق الرسول عليه سيف الله فإذا تلقب شخص بسيف الدين جاز والله أعلم